اشتركوا في القناة وخلال استقباله رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية أكد رئيس السيسي أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء تحديات التي تواجهها الدول الأفريقية وأشدد الرئيس السيسي على همية الوعي الشعبي لتعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية بغرض تمكين الدول من التصدي بفاعلية لتحديات التي تهدد كيانها وأختارها الفكر المتطرف والتمييز بين المواطنين على أساس ديني أو عرقي أو طائفي وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المشاركين أعربوا عن تطلعهم للاستفادة من التجربة المصرية التي تعد نموذج الاحترام دولة القانون واستقلالية القضاء حمل الرئيس الأوكراني بلودمير زينيسكي روسيا مسؤولية انقطاع الكهرباء في شرق أوكرانيا متهمة موسكو بأنها تعمدت استهداف بنا تحتية مدنية وقال زينيسكي أن الانقطاع الكامل للكهرباء شمل منطقتين خاركيف ودونتسكا بالإضافة إلى انقطاع جزئي في مناطق زابوريجيا ودينيبرو بيتروفاسك وصومي كما شاهدت تعدة مناطق شرقية البلاد انقطاع المياه أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بداية المشاورات حول إنشاء منطقة عازلة للأمن النووي والمدية حول محطة زابوريجيا النووية ورحب المدير العام للوكالة رفايل جروسي بالأخبار حول استعادة إمدادات الكهرباء لكنه عبر عن قلقه بشأن الوضع في المحطة النووية واستستمرار القصف وشدد على الحاجة إلى إنشاء حاجز أمنية ونووية ومادية حول المحطة قالت توزيرة الخزانة الأمريكية جانت يالن أن خطر حدوث انكماش في الولايات المتحدة ما زال قائما بسبب الإجراءات المتخذة لإبطاء تضخم وأضفت توزيرة الخزانة الأمريكية أنه على المدى الطويل لا يمكن أن يكون لدى البلاد سوق عمل قوي بدون السيطرة على التضخم من جهة أخرى قالت تاجانت يالن أن الأمريكيين قد يشهدون زيادة في أسعار النفط في الشتاء عندما يقلص الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي بدرجة كبيرة صرح رئيس البنك المركزي الألماني وخيم ناجل بأن التوقعة الاقتصادية القاتمة لن تردع البنك المركزي الأوروبي عن مكافحة التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية وأشار إلى همية استقرار الأسعار بالنسبة للنمو على المدىين المتوسط والطويل وللتوقعة الاقتصادية الجيدة لمنطقة اليورو وأعرب المسؤول المصرفي الألماني عن تفاؤله بأن تراجع الأدى الاقتصادي لن يكون قويا للغاية أظهرت النتائج الجزئية لانتخابة التشرعية في السويد تقاربا كبيرا بين اليسار وتكتل غير مسبوق من اليمين واليمين المتطرف وبناء على الأصوات التي تم فرزها وتشمل ثلاثة أرباع عدد مركز الاقتراع سيحصل تكتل اليمين على مائة وخمسة وسبعين مقعدا بينما سيحصل اليسار على مائة وأربعة وسبعين مقعدا يواصل رجال الإطفاء جهودهم لاحتواء الحريق المندلع شمال شرق سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية وأضح مسؤول بالولاية أن انخفاض درجة الحرارة بعد أسبوع من الحر الشديد أبطأ تقدم الحريق لكن رياحا أقوى تساهم في دفعه باتجاه الشمال والشمال الشرقي ما يهدد مئات المنازل من جهة أخرى تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق جنوب لوس أنجلس بعدما حملت عاصفة مدارية أمطارا وأدت إلى انخفاض في درجات الحرارة مشاهدين لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكستر نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR Code الظاهر على الشاشة شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء